اشتركوا في القناة وذلك مهم أن نتعرف على الحرب النفسية معناها مفاهيمها كيف تستخدم هي متأصلة في جذور التاريخ الإنساني وهي حرب بلا أسلحة وبلا ذخائر ولا مدافع تستهدف تحطيم معنويات العدو والجانب النفسي له والتأثير عليه وهي مجرد وسيلة مساعدة لتحقيق الاستراتيجية القومية للدولة الحرب النفسية بنشنها في السلم والحرب معا وتستخدم فيها كل إمكانيات الدولة ومقدراتها السياسية الاقتصادية وغيرها لها مفاهيم كثيرة من هذه المفاهيم هي ممارسة تأثير النفسي بغرض تقوية وتعزيز الروح المعنوية يعني تستخدم الحرب النفسية حتى نقوى الروح المعنوية لأفراد الأم وتحطيم الروح المعنوية لأفراد العدو هي الاستعمال المخطط والممنهج للدعاية ومختلف الأساليب النفسية للتأثير على أراء ومشاعر وسلوكيات العدو بطريقة تسهل الوصول الاهداف لذلك تعتبر الحرب النفسية تسير في اتجاهين الأول اللي هو رفع الحالة أو الروح المعنوية للمجتمع المحارب والثاني خفض الروح المعنوية للعدو ومن يسانده هذا هو الهدف وهذا هو مفهوم الحرب النفسية اتخذت الحرب النفسية الكثير المصطلحات منها يعني بسموها حرب باردة حرب الأفكار حرب الأيدولوجية العقائدية حرب العصاب حرب السياسية والدبلوماسية والاستعلامات والعدوان غير لاحظوا أنها كلها تبث من خلال البيديا ومن خلال وسائل الاتصال زي التلفزيون والراديو وغيرها من وسائل الاتصال في أن عمليات الحرب النفسية تتمثل عمليات الحرب النفسية بعدة أنشطة وإجراءات تنفيذية وهي الدعاية الاستراتيجية دعاية القتال نشر الأخبار خداع الناس أو العدو بطريقة محكمة وكذلك دعاية سرية ما هي الأهداف التي تهدف إليها الحرب النفسية؟ أول شيء زي ما قلنا بث اليأس في نفوس العدو وتحطيم الروح المعلوية عنده تضخيم وتهويل أخطاء قيادات العدو بهدف زعزعت وفقدان الثقة في القيادة والقاعدة إضعاف الجبهة الداخلية للعدو وإحداث تغييرات بها من خلال المجتمع وتأليم المعارضة والجهات المناوعة للنظام الحكم يعني الجبهة الداخلية عارفين كل مجتمع فيه جبهة داخلية وهي عبارة عن الحصن الذي يقف أمامه اللي هي الأدوان في الحروب تفتيت الوحدة والنحمة بين أفراد العدو وتعزيز الانشقاق تعزيز ورفع معلويات الجنود المقاتل هذا هو هدف الحرب النفسية طيب شو دخل الحرب النفسية في علم النفس؟ بنقول إنه أصلا علم النفس هو علم يقوم على مخاطبة العقل وعلى معرفة التفكير وكيف يفكر الآخرون وبالتالي اختراق العقل اللواعي للوصول إلى الموارد التي يحتاج منها إلى مادته الحرب النفسية وعلم النفس تتناول الحرب النفسية أيضا التلاعب بمشاعر الناس مما يسبب لهم القلق والاضطراب والفقدان الطمأنينة والأمان زي ما بسير في وسائل التواصل الاجتماعي يعني أسهل وسيلة للتأثير على الناس ونفوسهم من كل الحرب اللي هي النفسية اللي هي وسائل التواصل فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي تكتب خبر أو تكتب شيء معين ممكن تأثر على معلويات وروح الناس كوصول سلبي أو إيجابي علم النفس يساعد على تفاهم عقلية الغوغاء والدهماء يعني اللي دارس علم النفس يعرف كيف الغوغاء يفكره والدهماء كيف يفكره ومعرفة عوامل الفزع والهلع التي تؤثر في الجماهير اللي بنسميه سايكولوجية الجماهير يعني من يدرس علم النفس يتعمق كثيرا في فهم الآخرين ويتعرف على النقد ويتعرف على الشك كما يقول ديكارت حتى نصل للحقيقة يعني مش أي معلومة أنا أخذها على أنها مسلم بها لا لازم أشك في أي معلومة أخذها شو هي الأسليم التي تستخدم في الحرب النفسية الدعاية تقوم على ترويج الأفكار من خلال إذاعة والتلفزيون زي ما قلنا الدعاية تستهدف الإقناع بالناصر وإقناع العدو بهزيمته وتعزيز الفرقة بين صفوف الخصم بس أحيانا بتكون الدعاية هذه سلبية يعني زي ما كانوا في حرب السبع وستين بيقول لك هني أنك يسويك البحر بجثث العدو ويعني لازم يكون فيه نوع من الصدق أحيانا فيه الأخبار وبين القادة والجنود وبين الطواف والأحزاب المختلفة وبين الأقلية والأغلبية ليسهل لها النصر اللي هي الأسلوب الثاني الإشاعة وهي من أخطر أنواع وأسلحة الحروب النفسية لأنها لا تركز على مصدر يؤكد صدقة وتسري سريال النار في الأشيم هنتكلم عن الإشاعة قدام كذلك أفتعال أزمات وحبك المؤامرات إدارة الرعب والفوضى غسيل البخ أو الدماغ هو وسيلة وعملية تحويل الفرد عن اتجاهاته وقيمه وأنماط صلوكه وقناعتي وتقبل قيمه واتجاهات الآخرين يعني بقولك بس غسل الدماغ غسل المخ يعني بيظل الواحد يشتغل عليك ينظر ينظر عليك لما تؤمن برأيه وتؤمن بأفكاره ممكن تنسى كل اللي حواليك تنسى أبوك تنسى أمك تنسى أختك كلهم تفكر أنه أنت الصح والآخرين هم بالغلط من خلال بث المعلومات وغيرها من الأفكار غسيل المخ بمر بعدة مراحل اللي هي أول شيء بيعزل الفرد وبس يجدوه يعني يعني أو بحطه في معتقل يتم في المعامل القاسي يعني بتنفي الحروب أو يستهد في العقاقير بعدين تأتي مرحلة الرفق واللين وتقديم التسيلات المناسبة زي ما بيصير يعني في التحقيق أو ما إلى ذلك تحول التحقيقات والاستجوابات لمناقشة وحوارات يعني بتحول لمناقشات ودية فرندة مور فرندة وكلما تحسنت استجابات الفرد زادت تأثير عليه يعني كلما حسيت أن الآخرين هم بحاول يكون ودودين معك بحاول يخلوا منك معلومات أو بحاولوا يغسلوا دماغك يطلب من الفرد مبارسة النقض النفسي والاعتراف بأن الأراء والمهتقدات السابقة كانت وهم وباطل وبذلك تبدأ عملية إعادة التربية في اكتساب الفرد قيم واتجهات ومعايير أخلاقية جديدة هذه هي جزء من الحرب النفسية أو الغسيل الدماغي اللي تستخدم فيها هذه الوسائل يأتي بعد الحرب النفسية اللي هي الإشاعة الإشاعة والإشاعة يقولك إشاعات يعني إشاعة وهي ليست لها مصدر أصلا تأتي هيك ولكن مخطط في لها في ناس موجهوها ومخططوها ومخططوا عملية الإشاعة حتى تؤثر على الجبهة الداخلية احنا قلنا أهم شيء الجبهة الداخلية اللي تتكون من الأفراد ومن الناس وإذا انهارت الجبهة الداخلية انهارة المجتمع والقوى المقاومة الإشاعة موجودة منذ الأزل فهي قديمة كدب الإنسان وأكدت تاريخ بأن الإشاعة وجدت مع الإنسان وترارعت وتطورت معه واستخدمها المصريون والصينيون كمان فرقت أمم أهدرت أموال ضيعت من الأوقات وأحزنت قلوب وأولعت أفئدة وأورثت من حصرة وكل بسبب الإشاعة يعني حتى في التاريخ للإسلام إشاعة الإفك عندما قيل عن سيد ستنة عائشة يعني حادثة الإفك ولقد فتن كثير المسلمين بنشر هذه الإشاعات وترديدها دون النظر من نتائج انتشارة وأكثر ما يبتلى بي المجتمع المسلم في هذا الوقت هو نقل الأخبار المكذوبة والإشاعة التي انتشرت في جميع المجتمعات المسلمة يعني والآن أسهل شيء أنك تنشر إشاعة من خلال الفضائيات أو من خلال اتصالات الإنترنت تعتبر الإشاعة من اللواني الاجتماعية التي تستحق من التأمل للدرس لا لازم ندرسها نتعرف عليها طيب ما هو مفهوم الإشاعة لاحظوا هي أحاديث وأقويل وأخبار وروايات يتناقلها الناس دون التأكد من صحتها وقد يضيفون إليها بعض التفصيلات الجديدة ويعني خبر ينتشر يشير الناس ضيف وضيف وضيف وإخبار لما تكبر ويدافعون عنه بحيث لا يدعون السامع يتشكك من صدق ما يقولون يعني يأكد لك أن الإشاعة هذه حقيقة هي قول أو كلام أو رأي يقدم عن طريق الكلمة الشفهية أو المسموع أو المكتوب لكي يصدق دون أن يرفق ذلك بدليل أو مرهان ما في دليل ولا مرهان هي الترويج لخبر مختلق لا أساس لو من الصحة أو التهويل والتشويه في خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة يقصد التأثير في الرأي العام المحلي والإقليمي يعني إذا هم بدهم يأثروا عن رأي العام زي ما خذنا في الأول يحطوا فيه إشاعات أقسام وأنواع الإشاعات فيه إشاعة الخوف والتهديد وإثارة القلق إشاعة الأمل والتمني والذي يهدف بالمروجوع أن تكون حقيقة يعني ببث فيك الأمل الأمل وهي كل مجرد إشاعات إشاعة الحقد وهي أكثر أنواع الإشاعات لأنها تضرب الوحدة وتثير البلبلة إشاعة حسب موضوع سياسية اقتصادية عسكرية وفائدة هذا التقسيم وتحديد مركز اهتمام الناس وتشخيص المرض وعلاجها إشاعة تطلق في الحرب وإشاعات تطلق في السلم كمان الإشاعات التي تطلق في الحرب هي الإشاعات الراغبة اللي هي الأمن وإشاعات الخوف والترهيب زي ما شفنا في الحرب الأخيرة 2014 و2012 و2008 أو 2009 ولم أحد عارف أي حرب كانت تطلق إشاعات كثيرة وكانت هذه الإشاعات تهدف إلى زعزعات الاستقرار وبث الفرقة وبث الخوف وبث الرعب إشاعة حسب سرعة انتشارها فهي هناك إساعة تنتصر بسرعة وفي بطيئة فهي التي تنتقل بين الناس بشكل بطيئة والسبب إما صعوبة التوصيل أو الترابط الاجتماعي أو صعوبة تصديق الإشاعات وكونها غضوع استغراب يعني ممكن إحنا نتخيل زمان أيام المسلمين أيام التاريخ القديم كيف كانت تتواصل الإشاعات لأنه ما فيه إذاعة ولا فيه تلفزيون ولا فيه ولا فيه كيف تصل الإشاعات يعني بدها واقت الإشاعات تخلق أزمة وأزمة تحدث مشكلة دليل على ذلك الإشاعات التي يحيكت ضد سيداتنا عايشة كما تعادل قلت قبل قليل سميت بالإثق وهي معروفة القاسي والداني والإشاعات الثانية عندما أذيع بين صف المسلمين عن مقت الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة أحد من ما أدى إلى ضعضعة معنويات المسلمين في المعركة إذا الإشاعات مفهومها العام أداء هدم وتفكيك لأنسجة المجتمع برمته وقد حظ الرب العزة من نشر الإشاعات والتعاطي بها مصدق اللي قولي تعالي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوموا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه الآية مهمة كثيرا يعني بنفهم من خلال حياتنا ويجب التفرق بين الشائع والخبر حيث الدليل في الخبر هذا مهم كمان ممكن يجي في الامتحان الخبر فيه دليل واضح بينما الإشاعة ليس لها دليل واضح باهتة الخصائص العامة للشائعات إيش هي الخصائص التي تميزها إن الشائعات ذات الطابعة التشاؤمية تتخذ مسالك تضفي عليها سرعة في السريان تفوق بكثير سرعة سيران الشائعات ذات الطابعة التفاعل يعني دائما البصائب اللي فيها بصائب تنتشر بسرعة أكثر من المتفائلين تتعرض الشائعات أثناء سيرها للتحريف سواء كان ذلك بالتضخيم أو بالإضافة يعني كل واحد بيقول كلمة بضيف كل واحد بيقول كلمة لم تصل كلمة بتصير كبيرة قد تأخذ الشائع صور أخرى غير الصور الرواية الكلامية مباشرة كالدعاية والنكتة يعني النكتة أحياناً تكون شائعة وتعتبر النكتة من أخطر أساليب نشر الشائعات مثلها أيضاً مثل الإنترنت والجوال وأس أم أس كما كان مضمون الشائعات بعيداً عن النقد والتجريح ومتخذ الأسلوب الرمزي فإن الشائعات تصيب هدفها بسهولة هذا مهم برضو العبارة كلما كانت رمزية أصابت وتلقى شيوعاً يعني لاحظوا أنه أي مشكلة دائماً يعني مثلاً على الكورونا أطلقوا شائعات على الإغلاق أطلقوا شائعات على الرواتب يطلقوا شائعات في نهاية كل شهر يعني كثير من الشائعات وهدفها ناس معينين تحاول بلبلة ضعف يعني تفتيت تأثير نفسي سيء طرق عرض الإشاعة العرض المباشر يعني بأن تعرض بشكل مباشر من القائل إلى السابع كعرض الخبر في الإعلام أو عرضه على صديق أو على فرد آخر يعني هذا الطريقة الأولية العرض بشكل فاكه فكاهة ذلك بأن تعرض بشكل فكاهة تؤثر مباشرة مثل النكة السياسية والرسوم الكاريكاتورية تصوير بعض الزعمات بغرض تشويه سمعتهم العرض على شكل حبكة قصصية بحيث يحبك القصة بشكل مؤثر تؤثر في السامع أو في القارة يعني هذا طرق عرض الإشاعة العرضه على شكل مثل للنيل من سمعة الآخر زي ما نقول حاميها حراميها أو بلاد خرباني يعني مصطلحات كثيرة يعني بطلقوها الناس ورواد السوشيالجية زي ما نقوله أسباب انتشار الشائعة ما هي أسباب انتشار الشائعة أسباب انتشار الشائعة أول حاجة نشو الإنسان في بيئة تعود أهلها على نشر الخبر دون التأكد من صحتي والتزيين لها بألفاظ مثل والله سمعت جلولي حكى مصدر موثوق مصدر مين هو المصدر بقول كاش مين هو المصدر محاولة الفرد تفسير الحقائق بتفسير منطقي غالبا حتى لو لم يمتلك عناصر هذا التفسير هذه من هي أسباب الشائعة بعدين التلهف والفضول في المعرفة والبحث عن حقائق دون الاكتراث معرفة مصادره يعني بواحد نسمع خبر وبروح بينشره وبيكتب عن فيسبوك بدون ما يتأكد من مصدر هذه برضو من أسباب الحقد على الخصوم يعني واحد بحقد على واحد بقولك أنا بدي أشوفه بدي أطلق الإشاعة الجهل وعدم المعرفة التدخل مشؤون آخرين نقص الوزع الدين وغياب الضبير الدوافع العاطفية والنفسية المختلفة مثل حب الفرد للجماعة والأجاب بها كراية الأمل والخوف حب الاستطلاع والكب حيث أن من ليس لديه القدرة على مواجهة شخص معين يجعله نشر الإشاعة عنه لتفرير الشحن النفسية يعني هذا أسهل شيء لك انتمر واحد اطلع عنه إشاعة عدم قدرة الذاكرة على احتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة من مسبب خلط الحقيقة بكثير من الخيال استرضاء النفس فشخص أخفق في جانب من جوانب حياته فيتهم الآخرين بالفشل يعني واحد بقول لك أنا فشلت لأنه أنا واسطة منجحت في الامتحان بسبب واسطة وما إلى ذلك الإنعكاس فالإشاعة نوع من حلم اليقظة والإسقاط وهو ما يسمى للبحث عن كمش فداء حيث أنه إذا كان الفرد متصفا بنوع من الفشل أو الإخفاق يبالغ في اتهام الآخرين هذا الكلام معروف في الامتحانات إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة وإن شاء الله نتحدث في محاضرة أخرى أيضا حول نفس الإشاعة نكمل عن موضوع الإشاعة وشكرا لكم